تفضل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم بقصر الصخير عبر الاتصال المرئي وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حضر الافتتاح بمعية جلالته سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي يهدف يهدف اشتركوا في القناة بعد وصول جلالة الملك المفجر إلى قصر الصخير عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي على الشرم سلام سيدي حضر الصاحب الجلالة على الملك المفجر سلام قصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة وحضر الافتتاح عن بعد معالي السيدة فوزية بنت عبدالله الزين الرئيس مجلس النواب ومعالي السيدة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادته وزير الشؤون مجلسي الشورى والنواب وعضاء المجلسين السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة والأخوات عضاء المجلس الوطني الموقري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيطيب لنا وعلى بركة الله أن نفتتح دور الإنعقاد الرابع لمجلسكم الموقر في فصله الحالي متطلعا معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الأباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه لشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولعهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء على جهوده الكبيرة والمتواصلة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة الذي يشرف حتى هذه اللحظة على كفة تفاصيلها وبتنفيذ متميز لفريق البحرين بجميع كوادرة والذين نكن لهم بدورنا كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشرفة التي ستذكرها لهم بلادنا على الدواء ونخص بالذكر هنا الطواقم الطبية على الصفوف الأمامية وهم يواجهون الجائح بسلاح التطعيم والتحصين وبتعاون مشكور من قبل الجميع حامدين الله الذي أعاننا على تجاوز هذا الظرف دون أن ننسى في خضم كل ذلك ما فقدناهم من أرواح عزيزة ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان الأخوة والأخوات فبالرقم من صعوبة المرحلة إلا أننا وبفضل من الله نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين التي تساهم بكفاءة عالية في تعافي اقتصادنا الوطني وتتعامل بشكل محترف مع التحولات العالمية المتسارعة للاستفادة من فرصها بهدف تعزيز التنافسية والمكان الاقتصادية لمملكة البحرين ومن هذا المنبر ندعو جميع أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراع المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل وعلى كيفية تطوير تعاملنا مع التحديات البيئية والأزمة المناخية التي تطال كوكبنا بمدين التعاون من أجل مواقف عالمية مؤثرة نجدد من خلالها سبل حماية البيئة من أية مخاطر مستجدة لحفظ بناءنا الإنساني والحضاري ولا يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي أن نشير إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية اليوم وقدر مشيدين هنا في التطور المستمر لأداء حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية والمتمثل في تشديد الرغابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي وباهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية لتتوالى الإنجازات المشرفة التي نشهدها على كافة المستويات وفي جميع المجالات وللمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا ولله الحمد فهي مباركة في سعيها وعطائها ولها كل التقدير والتكريم ونوجهنا بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك وعلى سبيل المثال للحصر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمبادراتها الهامة وصندوق الأمل بمشاريع الطموح وتسعدنا الإشارة في هذا السياق بأننا نعيش اليوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة كأسرة واحدة في هذا المجتمع الآمن وهي أجواء مشجعة تجعلنا نمضي قدماً لتطوير التشريعات ونظم العمل وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيط المجتمعي ومن بين أهم البرامج المنفذة على هذا الصعيد برنامج العقوبات البديلة الذي نجح بالرقم من حداث التطبيق في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة ولمواصلة الجهود الوطنية للارتقاء في منظومة حقوق الإنسان فقد وجهنا بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ووفق ضوابط محددة لضمان إعادة دمت المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم وبتفائل يشجعهم على التطلع لمستقبل مشرق بإذن الله فضور الكريم تواصل مملكة البحرين التزامها لنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان وفي هذا الصدد نتابع بقلق شديد ما تتعرض له المياه الإقليمية قليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية ونجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان وسيبغى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية وأياً كانت التحديات فأن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتطلع لأن يعود العمل ضمن مسارها الطبيعي تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتغريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة الإخوة والأخوات إنه لا يسرنا بهذه المناسبة الطيبة أن نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناءة بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية هذا فضلاً عن الدور الكبير الذي تتولاه وفود المجلس في إبراز صورة البحرين في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة ولا يسعنا هنا إلا أن نقص بكثير من التقدير والاعتزاز الجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته وأن نعرب لمؤسساتنا العسكرية عن بالق سرورنا ومباركتنا لإقدامهم على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها إنسجاماً مع ما تشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة وفي ختام هذا الحديث ومن منطلق اعتزازنا بما يبذل من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء نتوجه بالتحية والثناء والتقدير لعطاء مواطنيننا الكرام برجالهم ونسائهم ونحن نمضي معهم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة الكريمة واضعين تقدمنا الحضاري نصب عيوننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون مع خارص التمنيات لدور عقاد موفق يواصل بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية التي ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق من الله ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي كل من موقع مسؤوليته وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين الأعزاء بوركتم وبوركت خطاكم على طريق الخير والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة تتشرف الآن مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بإلقاء كلمة لها بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي سيدي حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوات والأخوة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي باسمي ونيابة عن أخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان على تفضل جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بافتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لنواصل بقيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة مسيرة العمل الوطني على الأسس والقواعد التي أرسيتم جلالتكم دعائمها القوية ومرتكزاتها المتينة لبناء وطن دموقراطي عصري تترسق فيه الحريات وتتعاظم فيه المكتسبات واضعين نصب أعيننا توجيهاتكم السامية للعمل من أجل تطور وارتقاء منظومة التنمية الشاملة في مملكة البحرين هدفنا وغايتنا رفعة الوطن ورخاء المواطنين صاحب الجلالة لقد قطعت مملكة البحرين في ظل قيادتكم المباركة سنوات مضيئة من التقدم فحققت من الطموحات التنموية والإنجازات ما كان مأملاً وأكثر فأصبحت نموذجاً في إرادة الدول على النهوض ومثالاً على سعي وعزيمة الشعوب من أجل نماء الوطن ورفعته وإننا في السلطة التشريعية نعتز ونفتخر بالدعم الكبير من لدن جلالتكم والذي فتح أمامنا الأبواب واسعة لمضاعفة الأداء التشريعي والرقابي وفق أسس دستورية متطورة عبر تعاون وتنسيق متواصل مع السلطة التنفيذية جعل من المصلحة العليا للوطن القاعدة التي نقف عليها مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولقد أرسى سموه حفظه الله نهجا جديدا ومتطورا من العمل الوطني الجماعي يرتكز على الإيمان بطاقات أبناء الوطن والاستفادة من عطاءاتهم تحت مظلة فريق البحرين وفق استراتيجية مدروسة وإرادة صلبة اجتمعت لكتابة سجل حافل بمنجزات كفلت للبحرين النمو المستدام وأنتجت تجربة مثالية تخطط المستوى المحلي ووصلت إلى نطاق الدولي لتصبح مسيرة المملكة أنموذجا رائدا ولتقدم درسا بليغا لأهمية التعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل بلوغ الغايات الوطنية صاحب الجلالة وانطلاقا من توجيهات جلالتكم السديدة حفظكم الله ورعاكم لتحقيق خير الوطن والإنسانية وبما أشهدتنا إياه المرحلة السابقة من حنكة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجرس الوزراء حفظه الله في قيادة الجهود الوطنية المخلصة فقد سطرت مملكة البحرين قصة نجاح عظيمة في التصدي لتحديات وتداعيات جائحة كورونا وصولا لمرحلة التعافي وحققت أداء باهرا في دعم القطاع الاقتصادي بما مكنه من مواجهة التداعيات السلبية للجائحة ولتوثق مملكة البحرين بهذه الإنجازات مسيرة نجاح وطن وقائد وشعب مسيرة اتحدت فيها الإرادة الوطنية من أجل الإنسان أولا وآخرا مسجلين في هذا السياق عميق الشكر والتقدير إلى أبطال الصفوف الأمامية وكافة العاملين والمتطوعين في فريق البحرين على ما يؤدونه من واجب وطني وما يتحلون به من مسؤولية إنسانية رفيعة فكان النجاح الشامل والمتكامل في أرقى وأسمى صور التميز وعنوانها مملكة البحرين صاحب الجلالة إن السلطة التشريعية وإدراكا منها لحجم التحديات تضع على رأس أولوياتها دعم جهود التعافي لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المحفزة للارتقاء بالعطاءات بعطاءات المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورفض المسيرة التنموية الوطنية بمزيد من فرص التقدم للوصول إلى الغايات المرجوة وبلوغ الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 والعمل على مساندة كافة الجهود الرامية لاستيعاب المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي والتحول الرقمي وعلوم الفضائي والمستقبل وتمكين الشباب وتطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمضامين خطاب جلالتكم السامي كما نؤكد استمرارية العمل لإغناء حصيلة الريادة في مجال حقوق الإنسان وبما يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال خاصةً مع ما تتمتع به من بنية تشريعية متطورة ومنظومة مؤسسية عصرية وسلطة قضائية مستقلة تواكب المسار الإصلاحي والتحديث انطلاقاً من الرؤية الإنسانية الرفيعة لجلالتكم حفظكم الله والاستنارة بها لمواصلة النجاحات المتميزة التي حققتها منظومة العمل الحقوقي عبر إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية المتقدمة كبرنامج عقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة بما يعكس عقيدة وطن يجعل من الإصلاح عماد نهضته ومن المواطنة الصالحة طاقة معطاءة للبناء والازدهار صاحب الجلالة إننا نعاهد جلالتكم أيدكم الله بأن نمضي قدماً في مساندة كل ما يعزز التمسك بالهوية البحرينية الأصيلة والمحافظة على المنجزات الوطنية وتكريس احترام دولة المؤسسات والقانون وتعزيز دور الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية في كافة مناح العمل والحياة معربين عن تقديرنا وامتناننا للجهود الكريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وإسهاماتها الرفيعة في مسيرة النخضة والبناء وهي عطاءات لمسنا أثرها وأهميتها في الاجتماعات البرلمانية الدولية حيث كانت أدبيات ورؤى سموها والمشاريع النوعية التي أطلقتها ورعتها موضع انبهار وانجذاب لافت من ممثلي برلمانات العالم خاصة ما يتصل بالمبادرات الخلاقة التي أثبتت تفردها في تحقيق التقدم للمرأة في البحرين والعالم مؤكدين مضاعفة العمل لتنمية العوائد الناتجة عن الخطط الوطنية الرامية لتعزيز نهضة وتقدم المرأة البحرينية ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بدور الشباب البحريني وإنجازاته في مختلف المجالات بفضل دعم جلالتكم والمساعي الحثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ونؤكد استمرار السلطة التشريعية في دعم الارتقاء بالمنظومة الشبابية وتكريس الجهود البرلمانية لتمكين المبادرات النوعية من الوصول لأهدافها المنشودة خاصة المرتبطة بصندوق الأمل والذي يمثل إنشاءه استثمارا مهما لطاقات الشباب البحريني وتطلعاتهم إيمانا منا بأن مستقبل الوطن في رعاية شبابه وتمكينهم وتقدمهم كما سنواصل العمل على تعزيز برنامج التمكين السياسي للشباب ويجري حاليا الإعداد للنسخة الثانية من برلمان الشباب والذي أظهر شباب الوطن في نسخته الأولى وعيا رفيعا في التعاطي مع الأدوات التشريعية والرقابية صاحب الجلالة نؤكد تقديرنا لجهود جلالتكم أي يدكم الله في دعم مسار العمل الخليجي الموحد الرامية لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية بجانب التضامن العربي والإسلامي لمختلف القضايا والتصدي للجهات الداعمة للإرهاب ونؤكد لجلالتكم حفظكم الله دعم ومساندة السلطة التشريعية لخطواتكم الخيرة والشجاعة على صعيد تحقيق السلام والتعايش العالمي كخيار لا غنى عنه من أجل حاضر ومستقبل البشرية جمعاء وهي رسالة حضارية تسير مملكة البحرين على هداها عبر تاريخها المديد كما ونسجل فخرنا واعتزازنا بدور الجنود البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وجهودهم في تحقيق الأمن والاستقرار داعين بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني صاحب الجلالة لقد مارست الدبلوماسية البرلمانية دورا فاعلا في تحقيق التطلعات الملكية السامية وكان حضورها بارزا ومتميزا ومنفتحا على خطى أوسع من العمل والإنجاز في الداخل والخارج تحقيقا للمصلحة العليا للوطن ختاما ومع بداية دور الإنعقاد الرابع نجدد العهد في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار غايتنا الوطن وهدفنا تلبية الطلعات أبناء شعب البحرين الوفي في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة وفقكم الله وأيدكم ونصركم وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا كل عام أنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر